السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في فئات معينة من الدهون اللي تتواجد في نظامنا الغذائي والفرق في هذه الدهون فرق كبير فمنها ما ينقذ حياتنا وساعدنا على حفاظ على صحتنا ومنها اللي بيجيبنا المشاكل والأمراض ونبدأ بالحديث عن أحد أهم الأحماض الدهنية اللي نادر جدا وجوده في نظامنا الغذائي ولا نحصل عليه بما يكفي وهذه المجموعة من الدهون تساهم في البنية العصبية ووظائف الأعصاب والأعضاء والخلايا والإنسان اللي عنده نقص فيها بيكون عرضة للعديد من المشاكل الصحية تبدأ بتلف الميتوكندريا وبيكون الإنسان معرض للكبد الدهني مشاكل في القلب اضطراب في إنتاج الهرمونات الالتهابات الضغط النفسي والاكتئاب الزهايمر وممكن السرطان أبعد الله سبحانه وتعالى عني وعنكم بنتكلم عن مجموعة الأوميغا ثري لأنهم ثلاثة مش واحد وزي ما قلت مجموعة الأوميغا ثري نادرة جدا في نظامنا الغذائي وما بنحصل عليها بما يكفي طيب منين نحصل على هذه المجموعة في مصدرين المصدر الأول اللي هو النباتات لكن النباتات بتعطينا نوع واحد من مجموعة الأوميغا ثري اللي هو ألفا لينولينيك أسد بمعنى النباتيين اللي بوكلوا بس نباتات ما بحصلوش على الأنواع الثلاثة المهمة من الأوميغا ثري لأنه هذا النوع يحتاج إلى النوعين الآخرين عشان يتكسر ويستفيد منه جسمنا اسمحوا لي إخواني وأخواتي قبل أن أكمل للإخوة المشتركين في وجبات صحية من جميع أنحاء العالم هذه القناة الطبخ يعني اللي لسه يعني زمان ما رفعنا فيها فيديوهات رح نلغي هذه القناة ونركز على القناة اللي رح تكون باللغة الأجنبية والفيديوهات رح تكون باللغة الأجنبية ومترجمة فالإخوة والأخوات اللي المشتركين في هذه القناة رجاء ياريت تشتركوا في هذه القناة الأجنبية هي قناة الطبخ طبعا وياريت تساعدونا وتدعمونا وتشتركوا في القناة الإنجليزية عن موضوع السكر والتغذية مشكورين جدا وخاصة إخواني وأخواتي اللي موجودين في البلاد غير الناطقة باللغة العربية النوع الأول قلنا ELA هذا بيكون موجود في النباتات النوعين الثانيات اللي هو EPA والDHA هذول موجودات في الحياة البحرية EPA مهم جدا لحركة الناقلات العصبية والDHA مهم جدا لجدار الخلايا ومهم جدا أيضا للأعصاب وزي ما قلت ما بنحصل عليهم إلا من الحياة البحرية نحصل عليهم من الأسماك وباقي المأكولات البحرية أصلا الأوميغا 3 ومجموعة الأوميغا 3 أحد أهم الأسباب أنه إحنا بنأكل السمك وطبعا إخواني وأخواتي فيديوهات الأسماك موجودة في القناة في فيديو عن أفضل الأسماك وفيديو عن أخضر الأسماك صحيا بسبب الزئبق وارتفاع الزئبق وهذا فيديو عن أعراض تسمم بالزئبق والسؤال الآن هل السمك هو اللي بيصنع هذه الأوميغا 3؟ لا السمك ما بيصنع الأوميغا 3 اللي بيصنع الأوميغا 3 الطحالب الطحالب هي اللي بتصنع للهاي فالسمك بيأكل الطحالب بيستفيد الجسم السمك منه وإحنا بنأكل السمك فإحنا بنكون الثالث يعني بصلنا هذا الأوميغا 3 رقم ثلاثة أول شيء بينتجوا الطحالب أو الطحالب تنتجوا السمك يأكله ونحن نأكل الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى فهيك بنحصل على الأوميغا 3 واللي بيكون عايش في بلد أو في منطقة كلها بحار بيكون الأسعار رخيصة يعني مقارنة ببلدان ما فيها سمك أو ما فيها مأكولات بحرية بتكون الأسعار رخيصة زي المكان اللي نعايش فيه احنا محاطين بالبحر يعني محاطين بالبحر كأنها جزيرة فوين ما رحنا بنلاقي السمك وبنشتريه والحمد لله وطبعا ركزوا أخواني وأخواتي عشان تستفيدوا أكثر خذوا السمك الصغير اللي هو الأنشوفة أو الأنشوجة أو سمك السردين الأسماك الصغيرة هاي بتكون مفيدة جدا ومليئة بالأوميغا 3 وبدك تحصل عليهم فقط من المأكولات البحرية أو من الأسماك البحرية لأنه أسماك المزارع ما بتاكل طحالب شو بتاكل أسماك المزارع؟ بتاكل ذرة وبتاكل بلاوي اللي مليانة بأوميغا 6 خلينا نشوف شو مكونات الأكل اللي بتاكله أسماك المزارع دقيق خالة الأرز فول الصوية عظام السمك دبس ملح الحجر الجيري فوسفات الكالسيوم مخلوط السمك وصبغات هذا الأكل اللي بتاكله الأسماك اللي في المزارع أو البرك المغلقة هاي عدا عن المضادات الحيوية والهرمونات اللي بعطوها للأسماك وتخيل هاي البركة كم فيها سمك وفي الـ 2013 في صحيفة الجاردين بقول لك هذولا قاعدين بكثروا من أنواع نوع من أنواع الذباب عشان يخلطوه بطعام السمك تقول المقالة تقوم شركة كذا ببناء مصنع ضخم لتربية الحشرات حيث سيتم تسمين الآلاف من الذباب على بقايا الطعام مثل روث الحيوانات والدم والأدمغة من المسارخ لإنتاج طعام للأسماك أو لأسماك المزارع التي سيأكلها الناس في اندهاية مشكلة وهذا فيديو عن السبب اللي بيخلينا نقول احضر أسماك المزارع أما إذا كانت الأسماك ممسوكة في النهر في نهرها نهر منفتح مش في براك ما فيها أي مشكلة وبتكون مفيدة أيضا إخواني وأخواتي أغلب مشاكلنا الصحية هي من الأكل وإذا عدلنا أكلنا تنحل مشاكلنا ولإخواني وأخواتي المدمنين على الأكل ولا يتحدث سكري عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحديث سكري متى ستبدأ بترك كل هذه المأكلات اللي بتجيب لك الضرر ما بتنفعك هي شكل كأنها طعام لكنها مش طعام هذه ضرر ويا حب ذا إذا بتمارس الرياضة في الجيم إذا استطعت أو رياضة الجري وعلى أقل تقدير المشي أتمنى أنك استفدتوا من هذا الفيديو أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهلي السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسد ونحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب ولكن نغير حياة الناس للأفضل طبعا وممكن في بعض الأحيان أن ننقذ الأرواح فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الأدوية أو حتى تتخلص منها نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وتشاهد أكبر عدد ممكن من الفيديوهات لسبب وجيه وهو أنه في شيء أهم من اللي راح تستفيده من أي فيديو الأهم النشورة يفوتك إذا ما بتشاهد هذه القناة سوف تعلمك علم الطعام وهو ما يوجد في الأطعمة من ساعة ما تطلع من الأرض إلى أن تصل إلى فمنا ويعلمك علم التغذية ألا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام أو ما الذي يحصل إلى هذا الطعام بعد أن يدخل إلى جسمك إلى أن يصل إلى الخلية وستعلمك أيضا كيف تصبح طبيب نفسك بمعنى أن لا تزور طبيب وكلها نصائح من تجربة الشخصية ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحية وتخفيف وزني 27 كيلو في ثلاثة أشهر ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق ألا وهو جيسون فانغ الدكتور جيسون فانغ من كندا صيني يعيش في كندا ومن أشهر كتبه The Cancer Code وDivitis Code وأوبستي Code والدكتور جون يتكن من بريطانيا وهذا كتابه Pure White and Deadly هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16 ألف بحث طبي وعلمي والبروفيسور دكتور روبرت لاستيغ من أمريكا أخصائي الغدد الصماء وأستاذ طب الأطفال ومن رأيه وبرأيه الشخصي هذا الكتاب Metabolical هو بالنسبة لي من أهم كتب الطب اللي يجب الإطلاع عليها من جميع الناس وإن شاء الله رح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناة وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع أنحاء العالم حدفهم واحد ألا وهو تغيير ما فعل هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيع وأهلك البشرية وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحياناً وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحداً منا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جداً على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضاً فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر